من بداية العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة وفيه تصعيد إسرائيلي ضد سكان الضفة الغربية مع أنه مش محتاج يعمل ده لأن سلطة أبو مازن أيمة بالواجب وخلال 48 ساعة اللي فاتوا التصعيد اتحول لعملية عسكرية شاملة بالطيران والاقتحام البري بكل الأسلحة حاجة كده شبه اللي بيحصل في غزة الاحتلال عاوز إيه من الضفة؟ خلونا نشوف خلونا نبدأ القصة من التطورات الأحدث اللي شغلها العالم دلوقتي مع الساعات الأخيرة اليوم الثلاثة الاحتلال فجأة قصف بعض المواقع في الضفة الغربية بالطيران والمواقع دي جوه مخيمات للاجئين فلسطينيين منها مخيم اسمه الفرعة في منطقة طوباس ومخيم نور شمس في منطقة طول كرم فكرة أن الاحتلال يقصف مناطق في الضفة بالطيران دي غريبة وما بتحصلش كتير لأن الضفة تحت سلطة أبو مازن اللي تنسيقها الأمني مع الاحتلال ما وقفش حتى خلال الحرب الحالية في غزة ولأن الضفة المفروضة أن هي يعني النموذج المستقر اللي الاحتلال دايما بيقول لأهل غزة خليكوا زيه ولأن السلطة في الضفة هي النتيجة السياسية لاتفاق أسله واللي كان فيه حرص من كل الأطراف على الحفاظ عليه خصوصا بعد استقلال حماس بحكم غزة في 2007 المهم بعد قصف الطيران ومع الساعات الأولى لفجر يوم الأربعة الاحتلال فتح نيران جهنم على الضفة عملية عسكرية كاملة شاملة بحجة القضاء على مجموعات المقاومة اللي فيها العملية دي هي الأكبر من سنة 2002 ووقتها كان الاحتلال عملية عسكرية في الضفة سماها السور الواقي يعني دي أكبر عملية من حوالي 22 سنة العملية الجديدة الاحتلال ركز فيها على مخيم جنيني والمخيم ده لوحده بقى صداع في نفوخ الاحتلال من أكتر من خمس سنين وكل شواء كان الاحتلال بيقتحمه ويرهب سكانه مرضه بحجة مكافحة إرهاب المقاومة في المخيم ولغاية اللحظة دي الاحتلال أتل في العملية الجديدة على الأقل 11 فلسطيني مدني وأصاب على الأقل 15 عشان نفهم حجم العملية الجديدة خلينا أقولك عينة بس من القوات الصهيونية المشاركة فيها عندك قوات من اللواء اسمه كفير وده أكبر لواء في قوات المشال الإسرائيلية كلها واربع كتاب كاملة من حرس الحدود الإسرائيلي ووحدة من قوات الكوماندوس ووحدة من قوات النخبة ده غير إن الاحتلال بيقصف السكان بالمسايرات وده أول مرة الاحتلال يستخدم المسايرات في قصف الضفة طبعا غير طائرات الهليكوبتر والغاية اللحظة دي برضو مستشفيات المخيمات اللي فيها العملية كلها متحصرة والناس اللي عارفة تعالج المصابين ولا تخلص إجراءات دفن الجسس اللي تقتلت المشهد ده الوحده عبارة عن حرب لكن للأسف هو جزء صغير جدا من اللي بيحصل في غزة الضفة الغربية من يوم 7 أكتوبر وهي مش بعيد عن اللي بيحصل في غزة لأن طول العشرة شهور اللي فاتوا وعلى أقل تقدير المستوطنين الصينة وقوات الإسرائيلية قتروا حوالي 650 فلسطيني أغلبهم مدنيين فهجمات ملهاش أي معنى ولا لازمة وأغلبها حتى ما كانش على مواقع للمقاومة في الضفة وبلطاجة المستوطنين طالت حتى التجمعات بتاعة البدو اللي ما لهمش داعوا بقى أي حاجة وفي حوالي 200 أسرة بدوية اتهجرت من مناطقها نتيجة الهجمات دي اللي وصلت في أول 3 شهور بس من الحرب الحالية لحوالي 750 هجوم الهجمات دي من بداية الحرب جيت لأن اليمين الصهيون المتطرف في حكومة نتنياهو لها فرصة عشان في زحمة حرب غزة ينفذ خطط قديمة ويبني بسرعة أكتر من 25 ألف بيت جديد للمستوطنين مع أن الاستيطان في الضفة الغربية ممنوع بموجب اتفاقية أسلو اللي موقع لها الاحتلال بس طبعا اليمين المتطرف عايش أزهى أيامه لأنه هو العمود بتاع حكومة نتنياهو وعشان كده إيده مطلوقة يعمل أي حاجة وعشان كده كمان بن غفير وزير الأمن القومي عمل خطة لتوزيع السلاح على المستوطنين بدأ يطبقها من 7 أكتوبر وسموتريتش وزير المالية عمل خطة تانية بيطبقها حاليا برضو عبارة عن طرد سكان الضفة من حوالين المستوطنات الجديدة عشان يعمل مناطق عزلة حواليها السلاح ده بيستخدم حاليا في الهجوم على سكان الضفة في العملية الحالية والمناطق العازلة دي بتطلع منها هجمات برضو في العملية اللي شغالة دلوقتي الكلام ده معناه إن الأرض كانت بتتجاهز طول الشهور اللي فاتت للعملية الحالية والموضوع مش موضوع مقاومة ولا عمليات اتعاملت الفترة اللي فاتت وده هيخدنا لسؤال ليه الاحتلال يستخدم الطيران والمسايرات والهليكوبتر في مهاجمة الضفة بينما ممكن يقتحم المخيمات بكل سهولة وهو فعلا متعود يقتحمها كل شوية من زمن الفكرة إن معنويات جنود الاحتلال في الأرض بسبب طول الحرب بغزة وبسبب زيادة خسائره منك وكتير منهم زهق من حالة الحرب أصلا عاوزين يرجعوا لحياتهم الطبيعية النقطة التانية إن المرة دي الاحتلال عاوز يقتحم المخيمات بعمق يعني يجيب بطنها بحجة إن في الاقتحمات اللي كان بتحصل قبل كده كان أفراد المقاومة بيقدروا يستخبوا ويهربوا ويرجعوا تاني بعدما قوات الاحتلال تنسحب رغبة الاحتلال في دخول عمق المخيمات معناها إن عساكره هيكون عرضة لكمائنا الفلسطينيين أصحاب المكان واللي حافظين دهاليزه وطبعا الاحتلال مش حمل خسائر جديدة في جنوده لأنها تدمر مع نوياتهم أكتر ماهم تدمر الحاجة الثالثة هي رسالة رعب لأهل المخيمات من الاحتلال بتقولهم إحنا غشب ومش فارق معنا نكرر سيناريو غزة في الضفة بس طبعا ده غاباء وجهد هيترد كله ضد الاحتلال أولا لأن لو أنت قدرت تعمل ده في غزة البعيدة هتعمل ده إزاي في الضفة اللي جنبك وأقرب لمدن إسرائيل أي نعم فيه تريليون حاجز وحاجز بين الضفة وبين الاحتلال بس في النهاية فيه حركة شبه يومية بين الضفة وبين مدن الاحتلال ثانيا يعني إذا كانت المقاومة اتنقلت من غزة للضفة ومخيماتها لتحت سلطة أبو مازين الوحشية بتاعت التنسيق الأمني فما بالك بقى لما تعمل عملية عسكرية واسعة كده أنت كده بتقول للناس قوموني بكل اللي تقدروا عليه وهترجع تشتكي وتقول فيه إرهاب جاي من الضفة خصوصا مع مستوى الوحشية الرهيب اللي بيحصل من بداية العملية العسكرية في الضفة واللي وصل إن الاحتلال يعمل حواجز ترابية على مداخل المستشفيات المشاهد اللي في غزة بدأت تتكرر في الضفة خصوصا مشاهد قصف البيوت الفلسطينية على سكانها الكلام ده هيزود شعبيته المقاومة جوا الضفة خصوصا وإن من أول سنة 2023 وفيه اقتحامات متكررة لمخيمات الضفة ده غير إن من يوم 7 أكتوبر الاحتلال ما بطلش مداهمات ليلية لكل شبر في الضفة واعتقل في المداهمات دي حوالي 10 ألف فلسطيني بس واضح إن الكلام ده مش في حسابات الاحتلال اللي قرر يستخدم أقصى درجات البلطاجة حتى في التصريحات زي كلام وزير الخارجية عنده مع بداية الحملة العسكرية على الضفة واللي قال إن خلاص كفاية دلع بقى لأهل الضفة وجاي الوقت اللي نعمل فيهم زي ما بنعمل في غزة خد بالك ده كلام وزير الخارجية مش بنغفير وقال كمان إن الحرب على الضفة دلوقتي هي حرب على كل حاجة أو أي حاجة وإن لازم نعمل تهجير مؤقت لأهل الضفة عشان نحقق أهدافنا ضد المقاومة واللي يقول لك إن ده مش طاق حنك ولا تهديد من وزير الخارجية الصهيوني إن جريدة يديعوت أحرونوت نفسها نشر التقرير بيقول إن هيحصل فعلا تهجير لأهل الضفة حسب سير المعارك بمعنى إن المناطق اللي هتكون المعارك والمقاومة فيها جديدة هيتم تهجير أهله هنا تبقى القصة بانت وده هيخدنا للنقطة الأهم وهي الأهداف السياسية من الهجوم الوحشي ده على الضفة الوضح إن ناتنياهو بيطور هجومه على غزة وبيحولوا الهجوم على فلسطين كلها بما فيها الضفة اللي بيحكمها صادقهم أبو مازن وده معناه إن ناتنياهو داخل يهد المعبد كله على اللي فيه وده أول هدف سياسي وهو إعادة فرض أمر واقع على الضفة أمر واقع من السيطرة الإسرائيلية المباشرة من السيطرة عن بعد من خلال التنسيق مع السلطة ناتنياهو بيهد المعبد كله لكذا سبب الأولاني هو إن بعد كل السنين دي على اتفاقية أصله القضية الفلسطينية فضلت حية في المخيمات اللي بتضم اللاجئين من أراضي 48 عشان كلا العملية الحالية بتستهدف المخيمات الرئيسية في شمال الضفة زي جنين ونور شمس وغيرها بقاء القضية الفلسطينية هو اللي خلى الأجيال الجديدة من الفلسطينيين اللي تولدوا بعد أصله لما كبروا كتير منهم انضم للمقاومة في غزة وعمل أفرع لها في الضفة بل إنه تطور عنها كمان وبقينا نسمع عن فصائل مسلحة هي خليط من كل الطيارات الفلسطينية وما بيجمعهاش غير المقاومة ونموذج لده مثلا كتيبة طول كرم اللي من أهداف عملية الاحتلال الحالية القضاء عليه الكتيبة دي فيها شباب من مختلف الطيارات بتاعت المقاومة وعندها تجهيزات خليتها وقعت مسيارة للاحتلال مع بداية الهجوم الكلام ده معناه إن بينما الاحتلال عاوز يقضي على حماس والجهات في غزة ظهرت له أنواع جديدة من المقاومة في الضفة اللي تحتعينه نفس الكلام ده ينطبق على كتيبة جنين اللي في مخيم جنين واللي ظهرت من شباب فلسطيني صغير وتأسست سنة 2021 بعد معركة سيف القدس الشباب ديقول واخدين أفكارهم عن المقاومة من كذا فصيل فلسطيني مش فصيل واحد وده معناه ظهور عدو جديد لنتنياهو إسرائيل عدو هم اللي عملوه بسبب سياستهم كل ده بخلاف المجموعات الفلسطينية اللي تبع مباشرة لفصائل غزة زي سرايا القدس في الجنين ودي تبع للجهاد الإسلامي وكتيب شهداء الأقصى في الجنين برضو اللي تبع الفتح ده معناه أن نتنياهو بيفتح على نفسه نار وجبهات مختلفة ما تعودتش إسرائيل عليها قبل كده وكجزء من طربائة المعبد على اللي فيه اللي نتنياهو داخل يعملها في الضفة فيه هدف سياسي تاني ما تفهمش مين اللي أقنعه به وهو حسم الصراع الفلسطيني كله على بعضه من خلال القضاء على المقاومة في الضفة نتنياهو اتنقل من مرحلة التعامل التقليدي مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإدارة الصراع ده والتعامل مع تفاصيله لفكرة حسمه نهائيا وتفكيره بيهيأ له أنه زي ما دمر غزة عشان بعد كده يفرض حل سياسي ينهي المقاومة فيها طب وما له لما نعمل حملة إبادة في الضفة بالمرة وسط الزحمة كده وبعدين نزبطها على مقاسنا ياعم هو اللي انتم عملتهش من 76 سنة متخيل أنك تقدر تعمله في كم شهر بعد كده فيه هدف سياسي تاني وهو الضغط بزيادة على الأمريكان والأوروبيين ويقنعهم أن فيه خطر تاني غير غزة وأن كل النيران اتفتحت على إسرائيل في وقت واحد بالتالي بطلوا زن بقى على إنهاء حرب غزة والبحث عن مخرج سياسي والكلام المايا عدة وكجوزة من النقطة اللي فاتت نتنياو بيضغط برضو على الوسطاء في المفاوضات الحالية وكمان على حماس عشان يقول لهم محدش يتعشهم ياخد مني أي تنازل أو تفاهم لأني مش مستعجل أخلص أي حاجة وهي هل العملية العسكرية في الضفة ممكن تنجح؟ المشهد كله بيقول لا لأن عشان العملية تنجح لازم نتنياو يعمل إبادة شاملة زي اللي حصلة في غزة وده هيصب في خدمة المقاومة وهيزعج الدول العربية كلها مش لأنها لا سمح الله يعني خايفة على الدم الفلسطيني لا بس لأنها أصلا عاوزة تخلص من هام حرب غزة وخسائر فمش طالبة كمان حرب في الضفة وكمان هيكون تقيل قوي على الغرب اللي بيلم وراء نتنياو من 7 أكتوبر في غزة ومش ملاحق فما بالك كمان مدابح في الضفة ده غير إن حرب كبيرة في الضفة معناها خسائر جديدة في الجيش الإسرائيلي وده هيزود غضب الشارع والمعارضة الإسرائيلية ضد نتنياو وكمان دي هتكون نهاية أبو مازن وفتح كلها لأنها هتعريهم نهائيا ودي حاجة لا إسرائيل ولا الغرب هيقبلوها ولا هيستحمله عشان كده الواضح لغاية اللحظة دي إن نتنياو عمل حسابه على معركة سريعة في الضفة يخلص بيها على مجموعات المقاومة ويرتب أوضاع الضفة بس ده صعب جداً بسبب قوة المجموعات دي ووجود حاضنة شعبية لها وبعدين إحنا عندنا نموذج في غز عشر شهور حرب ولسه نتنياو مش عارف حتى يوصل للسنوار اللي عمله زي عفريت العلبة كل شوية وبيطلعه من أي حد المشكلة بقى إن كل السيناريوهات اللي ممكن تنتهي عليها العملية الإسرائيلية في الضفة هتودي على أزمة أكبر يعني لو نتنياو اتغاشم في الزيادة واتوحل في الضفة زي ما هو موحول في غزة فده معناه خسار كبيرة وسط الفلسطينيين وده هيزود المقاومة وهيخلي الاحتلال محتاجة عملية عسكرية تانية ولو خرج من الضفة من غير ما يخلص على المقاومة وده اللي هيحصل غالباً يعني برضو هيرجعوا يضرب الضفة كل شوية وده اللي نتنياو والإسرائيلين مش عاوزين يتعلموه من 76 سنة وهو إن الصراع أكبر بكتير من أي حاجة ومن أي معركة ده الصراع مش هيخلص غير لما الفلسطينيين ياخدوا حقهم بشكل يرضيهم بس دي الفكرة بمنطها البساطة ونشوفكم على خير إن شاء الله